اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهم العناوين التي نتابعها في حلقة اليوم من الحرة الليلة عقوبات الامريكية الاكثر السرامة على ايران تدخل حيز التنفيذ والسؤال ماذا بعد العقوبات في طهران اسار العدالة يقترب من النظام السوري والمسؤولين فيه ما الرسالة التي تحاول باريس ان توصلها الى دمشق اسرائيل فيها حديث عن مساعد للتوصل الى هدنة مع قطاع غزة فوفد امني مصري يصل اليوم الى القطاع ما الذي يدور في الكواليس ما بين اسرائيل وحماس معكم ميرا القاس وفي اخبار الحرة الليلة احتدام المعارك بين القوات اليمنية الموالية للحكومة وجماعة انصار الله الحوثي في محيط مدينة الحديدة غرب اليمن حيث تدور مواجهة عنيفة على اكثر من جبهة تقرير تركيا تتحدث عن ان جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي تمت اذابتها بالحمد ونائب الرئيس التركي فؤاد اكتاي يؤكد على اهمية التحقيق في تلك الانباء قوات سوريا الديمقراطية تؤكد ان مقاتليها تمكنوا من صد هجمات تنشنها تنظيم داعش على مواقع لها في دير الزور والتنظيم داعش يستغل الاحوال الجوية والغبار لشن هجماته رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد يعتزم اجراء تعديلات وزارية على حكومته قد تطال خمسة حقائب من دون المساس بوزارات الدفاع والداخلية والخارجية وفي امريكا اقتراب ساعة الصفر لبدء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس وارقام قياسية في التصويت المبكر واستستمرار معارك الاستقطاب بين الحزبي الجمهوري وديمقراطي انا محمود عبد الكريم ابدأ معكم مشوار الحر الليلة من الملف الابرز هو ملف العقوبات الصارمة والاشد قسوة ضد ايران يدفعة الثانية من هذه العقوبات التي تدخل حيز التنفيذ تهدف ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان تصل بهذه العقوبات لدرجة ان لا تكون ايران قادرة على تصدير نفطها اقسى حملة ضغطات على النظام الايراني فرضتها الادارة الامريكية على ايران الاثنين بعد انسحابها من الاتفاق النووي الايراني في ايار مايو الماضي وهذه العقوبات تستهدف قطاعات الطاقة المصارف بناء السفن والشحن اليوم فرضنا عقوبات على اكثر من 700 شخص وكيان وطائر وسفينة كجزء من اكبر اجراءات تتخذها وزارة الخزانة بحق ايران واكثر من 300 من هذه الكينات هي اهداف جديدة تهدف الولايات المتحدة من هذه العقوبات الى حرمان النظام الايراني من العائدات التي يستخدمها لتمويل العنف والنشاطات المزعزعة للاستقرار في الشرق الاوسط والعالم يجب العلم انه اذا تهربت شركة من نظام عقوباتنا وواصلت سرا التجارة الخاضعة للعقوبات مع الجمهورية الاسلامية فان الولايات المتحدة ستفرض غرامة تحويل سارنة عليها بما في ذلك عقوبات محتملة عدة اعفاءات من هذه العقوبات منحتها واشنطن لبعض الدول التي يمكنها الاستمرار في استيراد النفط من ايران لمرحلة معينة وهذه الدول هي الصين الهند ايطاليا اليونان اليابان كوريا الجنوبية تايوان وتركيا حزمة الثانية من العقوبات الامريكية على ايران والتي دخلت حيز التنفيذ تأتي ضمن مساعي اوسع من ادارة ترامب لاجبار طهران على وقف برنامجها النووي وبرامجها الصاروخية الاخرى ودعمها لمليشيات بالوكالة في اليمن وسوريا ولبنان ومناطق اخرى في الشرق الاوسط هذه العقوبات تستهدف بالاساس قطاع الطاقة لكنها بالمقابل تستهدف قطاعات اخرى ثمان دول تم استثناؤها من هذه العقوبات النفطية تحديدا كوريا الجنوبية اليابان الهند وربما الصين وتركيا غير انه ليس من الواضح بعد كم سيسمح لهذه الدول بشراء النفط الايراني والى متى البعض يتحدث عن ان هذه الفترة ستكون فترة مؤقتة من الاعفاءات مسؤولون اكدوا هذا الامر وقالوا ان الاعفاءات لن تكون الى ما لا نهاية نشير الى ان صادرات طهران النفطية انخفضت من متوسط يزيد عن اثنين مليون ونصف مليون برميل بعد فرض العقوبات الامريكية بالتأكيد الى مليون ونصف المليون برميل وهذا في الاسابيع الاخيرة وتسعى الولايات المتحدة الى ان تصل بصادرات ايران الى الصفر العراق الذي يستورد الغاز من ايران عبر خط انابيب في حين تسورد مصر النفط من ايران لضخه عبر خط انابيب سوميد كما تسورد الامارات كميات كبيرة من الوقود الايراني لتزويد السفن كانت روسيا تحطط لاستيراد النفط من طهران لكن لم يتم تنفيذ مشروعات كبيرة بهذا الشأن الاتحاد الاوروبي من جهته قال انه سيواصل العمل على انشاء آلية خاصة للتعاملات المالية مع ايران لتخفيف تأثير العقوبات الامريكية في المقابل اضطرت شركات كبرى لوقف نشاطاتها داخل طهران موقف اوروبي ثابت من ملف الاتفاق النووي مع ايران عقب اعلان واشنطن اعادة العقوبات ضد طهران تجسد في بدء سريان اجراءات الحماية والدعم من الاتحاد الاوروبي لتخفيف تأثير العقوبات الامريكية على مصالح الشركات الاوروبية التي لها مصالح تجارية في ايران وذلك كجزء من الدعم الاوروبي للتنفيذ الكامل للاتفاق النووي مع ايران وخطة العمل المشتركة والشاملة موقفنا ثابت ولم يتغير منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي ولازلنا نشعر بالقلق تجاه تصرفات ايران كمان الاتحاد الاوروبي لازال يفرض عقوبات عليها بسبب انتهاكها لحقوق الانسان ودورها في بعض دول الاقليم الاتفاق النووي مع ايران كان ولازال فعالا ويساهم في ضمان امن العالم والحفاظ على الاتفاق يمثل تحديا للأوروبيين خاصة في ظل استمرار الولايات المتحدة الامريكية اعادة فرض العقوبات على طهران ويرى خبراء ان حضر شراء النفط ايران سيمثل ضربة قوية لاقتصادها اذ تمثل عائدات النفط ما يقرب من 70% من موازنة الدولة الايرانية بدون شك بان الاتحاد الاوروبي سيتأثر وكذلك السوق الايراني بقطاع طاقة والبنوك ستتأثر كثيرا في الحزمة الثانية من العقوبات فبالتالي على الاتحاد الاوروبي اعادة صياغة رؤية جديدة او مقاربة جديدة تتعلق بالخروج من هذا المأزق الاقتصاد الذي سيمر فيه او الذي ستمر فيه المؤسس الاوروبي يجب ايجاد مخرج وهذا بالتنسيق مع الولايات المتحدة الامريكية لانه بكل بساطة الاقتصاد الاوروبي وشركات الاوروبية الكبيرة مرتبطة ارتباط مباشر بالمنصة الاقتصادية والمنصة الالكترونية المالية الدولية في الولايات المتحدة الامريكية اذا لا مخرج حتى ايران رئيس روحاني قال بانه الاوقات التي ستمر على ايران ستكون صعبة جدا وكانت ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد اعلنت بعد انسحابها من الاتفاق النووي في مايو الماضي اعادة فرض العقوبات الاقتصادية على ايران عبر مرحلتين الاولى بدأت منذ الرابع من اغسطس الماضي والثانية تبدأ الرابع من نوفمبر الجاري وتركز بشكل رئيسي على حظر المنتجات النفطية لايران وكانت العقوبات الامريكية قبل توقيع الاتفاق النووي عام 2015 قد كبلت تهران خسائر فادحة فكيف ستكون الخسائر في هذه المرحلة المعنية بالاساس بالنفط سؤال ستجيب عليه الشهور القليل القادمة من وجهة نظر البعض من المراقبين تعول تهران على الالية المالية التي اعلن عنها الاتحاد الاوروبي للالتفاف على العقوبات وفي نفس الوقت أشرت وسائل الإعلام هنا في بروكسل إلى أن بعض الشركات المتعددة الجنسيات قررت وقف نشاطها في إيران تخوفا من تدعيات العقوبات الامريكية عبدالله مصطفى الحرة بروكسل نتابع أكثر حول الحزمة الثانية من العقوبات الامريكية ضد طهران التي دخلت حيزة تنفيذ من الرياض السيد عبدالله العساف أستاذ الإعلام السياسي ومن واشنطن ماثيولي مراسل الاسوشياتد بريس في الخارجية الأمريكية أبدأ من الرياض بعد الترحيب بكم ضيفي الكريمين سيد عساف نتكلم عن هذه العقوبات التي دخلت حيزة تنفيذ في مرحلتها الثانية المقصود بها أن تصل إلى مرحلة أن إيران لن تكون قادرة على تصدير نفسها هل هذا ممكن؟ تفضل أرحب بك وبضيفك الكريم من واشنطن أنا أعتقد نعم أن هذا ممكن الولايات المتحدة قادرة إذا كانت لديها التصميم الفعلي ولذلك رأيناها أمهلت ستة دول بتنفيذ تعاقداتها السابقة في السوق النفطية يتم التعاقد عليها بفترة سابقة حتى مارس القادم وكما اشترطت عليها أيضا الولايات المتحدة أن تدفع بعملتها المحلية وليس بالريال الإيراني إذن هنا عزم أمريكي على تصفير إنتاج النفط الإيراني وبشكل كبير جدا وهذا أمر واقعي وممكن إيران اليوم ليست دولة طبيعية في المجتمع الدولي الولايات المتحدة تسعى إلى عودتها وتغيير سلوكها إلى أن تصبح دولة فاعلة في الأسرة الدولية وفي المجتمع الدولي تبتعد عن دعم الميليشيات تبتعد عن إنتاج النووي إيران تسعى إلى دخول النادي النووي بالقوة ومع ذلك هي وقعت على اتفاقية لكن المعلومات والوثائق التي تمكنت الاستخبارات الإسرائيلية الموساد من الحصول عليها أثبتت أن إيران لم تلتزم بالاتفاق النووي وأن فعلا حتى هذه اللحظة هي تخصب في اليورانيوم وتجري تجارب سرية وبالتالي هي تطمح أن تفاجئ العالم بعد عشرة سنوات من انتهاء هذه الاتفاقية إلى امتلاك السلاح النووي ودخولها النادي النووي إيران لم تمتلك بعد السلاح النووي وهي اليوم تهدد بغلق المضائق المائية سواء مضيق هرمز أو قناة باب المندب وبالتالي إذا امتلكت السلاح النووي رادعا فماذا ستكون قوتها وكيف ستتعامل مع الأسرة الدولية يعني سلوك إيران معروف والعقوبات ليست بالجديدة عليها ما الذي يميز هذه العقوبات عن العقوبات السابقة يميز هذه العقوبات أن هناك إصرار أمريكي في هذه المرحلة هناك عقوبات جدية منع استخدام الدولار الأمريكي فرض عقوبات على الشركات المتعاملة معها اليوم هناك استثناءات لفترة محددة حددت بأسماء دول معينة رأينا عدد كبير من الدول ومن الشركات سواء الشركات الأوروبية أو غيرها تتراجع من العمل في إيران لأنها تدرك جيدا أن الرئيس ترامب إذا قال فعل ولا يمكن التنبؤ إلى أي مدى يمكن يذهب الرئيس ترامب في عقوباته وفي تنفيذ قراراته وبالتالي يدرك العالم جيدا وإيران تحديدا أنها أمام رئيس مختلف تماما ليس كالرئيس السابق يتعامل معها بنعومة مطلقة ما أدى إلى اليوم كوارث في منطقة الشرق الأوسط بشكل كبير أيضا أدى إلى ارتداد في مكانة السياسة الخارجية الأمريكية التي اليوم يسعى الرئيس ترامب إلى إعادة تموضعها وإسلاح الخلل الناتج عن ما أثرت به الإدارة السابقة ابقى معي سيد عساف سؤالي إلى سيد ماثولي بعد الترحيب بك سيدي كيف تنظر إلى هذه العقوبات الأمريكية ضد إيران في حزمتها الثانية أعتقد أن هذه الدفعة أهم من الدفعة الأولى من العقوبات التي فرضت في شهر أبوغسطس أعتقد أيضا أن هذه العقوبات ستؤثر كثيرا على الاقتصاد الإيراني رغم الإعفاءات أو الاستثناءات للدول الثمانية هذه الإعفاءات مهمة لأنها تشير أيضا إلى الصعوبات التي تواجهها الإدارة الأمريكية في محاولة وقف الصادرات النفطية الإيرانية بشكل كامل ولكن من دون زعزعة الاستقرار على سوق النفط الذي يتأثر بسرعة للتغيرات في المد لذلك أعطيت هذه الإعفاءات ومن دون شك الإدارة قد تقول إن الأموال التي تحصل عليها إيران من هذه المبيعات النفطية يجب أن تبقى مجمدة في الحسابات ولا يمكن أن تنفقها إيران إلا في مجال استعمالها لدوع إنسانية وبالتالي رغم أن هناك أموال يمكن أن تنفقها إيران على المبيعات الإنسانية من جراء هذه المدفوعات هذا قد يعني أنها ستحرر أموالا أخرى في اقتصادها للاستمرار في زعزعة الاستقرار والتصرف المغرد ولكن بحد أو بطريقة محدودة وكما أشارت الإدارة بوضوح هناك المزيد من العقوبات على الطريق وأعتقد أن هذا الموقف المشدد للإدارة نحن ما زلنا نرى بدايته فقط العقوبات الأولى الحزمة الأولى منها سيد ماثيو كانت تستهدف العملة الإيرانية وحضرت التعامل بالدولار مع إيران الآن هناك حديث عن أنه في دول ثمانية مستثناء من تصدير النفط الإيراني ألا تتعارض العقوبات الأولى مع هذه الاستثناءات لأن ما هي العملة التي ستدفع بها هذه الدول لإيران أي أن كانت العملة التي ستستعمل هذه الأموال لن تذهب إلى إيران ليس في البداية على الأقل هذه الأموال ستبقى في حسابات مصرفية لدى الدول المستوردة لهذا النفط وإيران لا يمكن أن تنفق هذه الأموال إلا على بعض المنتجات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية وطبعا ما هو مهم هو إمكانية مراقبة هذه السفقات لكي لا تقوم إيران بالغش ولكن الإدارة قالت أيضا أنها ستراقب عن كثب ما يحصل أي أن كانت العملة مجددا التي يتم فيها شراء النفط الإيراني الحكومة الإيرانية لن تتمكن من تحويل هذه الأموال إلى ما هو غير المنشأة أو الألوات التربية والغزاء نعم سيد عساف بالضرورة نعرف أن السبب الرئيسي لتحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص فرض عقوبات على إيران مسألة الاتفاق النووي الذي هو غير راضي عنه وكذلك تصرف إيران في المنطقة كيف يمكن أن تؤثر هذه العقوبات على سلوك إيران في المنطقة جيد نعم طبعا الاتفاق إذا نظر للاتفاق النووي أي اتفاق له طرفان ويجب أن يكون هؤلاء الطرفان هما رابحان الطرف في الاتفاق النووي كان الكاسب الأكبر هو النظام الإيراني النظام الإيراني كفت يده عن تصدير الأسلحة أو انتاج الأسلحة النووي لمدة عشر سنوات ثم سوف تطلق يده معنى هذا أنه لن تستفد ولم يستفد العالم من هذه العشر سنوات ومع ذلك هو أيضا يتحايل على عملية الإنتاج مرة أخرى أفرجت عن كثير من الأموال والأرصدة التي لم يستخدمها النظام الإيراني لبناء الداخل لبناء البناء التحتية للصرف على الإنسان الإيراني وتعويضه عن السنوات ثلاثة عقود الماضية التي كابد فيها مشقات نظامه ومغامراته السابقة بل طور فيها أسلحة باليستية وصرفها على مغامرات حربية في أربع الدول العربية وفي غيرها إيران الرسمية في أكثر من مناسبة لو سمحت لي قالت إنها مستعدة لأن تمد يدها لدول الخليج نعم التاريخ من لا يقرأ التاريخ جيدا ولا يستفيد من دروسه الماضي أنا أعتقد أنه غير جدير بالحياة جربنا إيران كثيرا وجربنا الخطاب المتهاد معها أكثر من أربعة عقود ونحن نطلق العبارات الترحيبية بالجار الشرقي ونتودد إلى إيران ونمد لها يد العون ولكنها تطعن في الخلف في كل مناسبة إيران لديها خلايا نائمة في دول الخليج إيران لديها الكثير من الميليشيات والأحزاب التي أنشأتها اليوم طوقت المنطقة المنطقة العربية إيران تفاخر بأنها تسيطر على أربعة عواصم عربية لك أن تتخيل ولمدة عشرة ثواني فقط المآسي في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن تجد القاسم المشترك هو الوجود النظام الإيراني إذن إيران لديها مشروع أممي طموح تدميري للمنطقة لا يمكن أن يقوم هذا المشروع إلا على تدمير المنطقة ثم حلول هذا النظام الذي لا يمكن اليوم أن يتخيل في ظل النظام العالمي وفي سيادة القانون الدولي وفي معطيات القرن الواحد والعشرين النظام الإيراني نظام مخادع جدا يقول ويفعل شيء مخالف لما يقوله جربناه أربعة عقود لكنه لا يلتزم بما يقول السؤال هنا لسيد ماثيو في هذه النقطة تحديدا أن الإدارة الأمريكية قالت أنها لا ترغب في تغيير النظام الإيراني وإنما تغيير سياساته ما سمعناه الآن من سيد عساف أن النظام الإيراني لن يغير من سياساته طيلة الفترة الماضية لم يغير ولن يتغير نعم وهي نقطة صائبة صحيح أن الإدارة تقول أنها لا تريد أن تغير النظام في إيران بل تريد أن تغير تصرف النظام الإيراني ولكن من غير الواضح إن كانت أي ضغط سيؤدي إلى هذه النتيجة لننظر إلى دول أخرى هل غيرت من تصرفاتها بعد فرض عقوبات عليها في غالب الأحيان الجواب لا ولكن العقوبات لديها تأثير على إيقاف تمويل النشاطات التي تقوم بها القيادة الإيرانية ووقف أيضا النشاطات التي ترفضها دول الخليج العربي وإسرائيل كدعم بشار الأسد ودعم المجموعات المناهضة لإسرائيل كحزب الله في لبنان وغيرهم وأعتقد أيضا أنه لا بد من أن ننظر إلى الصورة بكاملها بمعنى أن هذه الإدارة قد لا ترغب بتغيير القيادة الإيرانية فردا فردا ولكن هدف سياسات الإدارة هو تغيير التصرفات الإيرانية ومن دون ضمانة في هذا المجال لأنه كما أشارتم هم لم يغيروا من وقفهم في الماضي ماذا عن الاتفاق النووي مع دول الخمسة زائد واحد الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هل ستكون هذه العقوبات كافية للضغط على نظام إيران للجلوس للتفاوض مرة أخرى والخروج باتفاق مرضي لترامب مجدداً مجدداً أعتقد أن هذا غير واضح حتى اليوم ليس بالواضح بالنسبة إلي كيف يمكن الإيران أن تقبل بالشروط الـ 12 التي أشار إليها أو وضعها الوزير بومبيو في إطار اتفاق جديد من بين الأسباب التي أدت بإدارة الرئيس أوباما أن تركز فقط على البرنامج النووي والتفاوض في إطاره هو أن إيران كانت غير مستعدة لمناقشة أي موضوع آخر يتعلق بتصرفاتها وبالتالي وصلت الإدارة السابقة إلى هذا الاتفاق الذي كان يتعطى فقط مع البرنامج النووي دون سواه من دون أن يركز على مشاكل أخرى كسجل إيران في مجال حقوق الإنسان ونجلات إيران في منطقة الشرق الأوسط لماذا تقبل إيران اليوم بالتفاوض حول هذه المواضيع الأخرى لست أدري ولكن من الواضح أن الإدارة مقتنعة أن الضغط الكافي سيؤدي إلى فرض الحوار حول هذه المواضيع على القيادة الإيرانية لست أدري إن كان ذلك سيكون ممكنا وليس لدينا من سوابق تاريخية تقترح أن إيران قد توافق ولكن أيضا إن استمرت الإدارة بضغط أسوأ عقوبات على إيران كما تقول والأكثرها صرامة فهذا أيضا ليس لديه من سوابق تاريخية وبالتالي لا نعرف العقوبات الجديدة بدأت اليوم علينا أن ننتظر لفترة قبل أن نرى النتائج سيد عساف ما هو الدور المفروض على دول المنطقة أن تقوم به للضغط على إيران أكثر خاصة وأن بعضا من هذه الدول لا تزال تتمتع بعلاقات مع إيران وعلاقات اقتصادية أحيانا مهمة أنا أعتقد اليوم خصوصا الدول التي تقيم علاقات اقتصادية معها أن تتخلى عن هذه العلاقات الاقتصادية في سبيل مصلحة كبيرة جدا للمنطقة وأمن واستقرار ما فائدة العائد المادي إذا كان عدوي أو خصمي في الطرف الآخر لا يعتقد بوجوده إلا عندما يزيل وجودي من المنطقة لديه مشروع ويعلن هذا صراحة بأنه كل هذه المنطقة يجب أن يفرز سيطرته عليها أنا في اعتقادي اليوم نتحرر من النظرة الضيقة الاستثمارات الخليجية في كل مكان مرحب فيها وقادرة على أن تبني شركات اقتصادية تعوض أضعاف التعامل الاقتصادي مع النظام الإيراني وبالتالي اليوم يجب أن تتحد دول الخليج وتحديدا من لديها مصالح اقتصادية مع النظام الإيراني مع النظام مع القرارات الأمريكية وبالتالي تفرض على سيد عساف هو خلاف إيراني سعودي فلماذا على بقية الدول أن تدخل مع السعودية في معركتها أنه على الرياض أن تحل مشكلتها مع تهران فقط دعني أقول لك شيئا مهما أكثر من 35 جلسة عقدها مجلس التعاون لدول الخليج العربي وكانت إيران هي الحاضر الأبرز في البيان رقم واحد الذي يكرر على أن إيران يجب أن تتعامل بحسن الجوار ومبنى القانون الدولي جميع دول الخليج تدرك جيدا أنها مرتهنة بأمن وسلامة المملكة العربية السعودية وأن تعرض أمن المملكة العربية السعودية لأي خطر من أي جهة ستتعرض هذه الدول حتما لأضعاف هذا الخطر إذن عليها اليوم أن تصطف بالعين الواسعة والكبيرة دول الخليج اليوم ليست بحاجة إلى استثمارات مالية تدر عليها مئات الملايين من النظام الإيراني الاستثمار مفتوح في كل مكان إذن تعظم مصلحتها هنا لدينا فرصة تاريخية يجب استثمارها إضعاف النظام الإيراني اليوم فرصة لدول الخليج المملكة العربية السعودية دولة كبيرة وقادرة على الوقوف في وجه النظام الإيراني أو غيرها دول الخليج هي بحاجة إلى المملكة العربية السعودية لحمايتها سيد ماثيو صادرات النفط الإيرانية انخفضت إلى مليون ونصف المليون برميل بعدما كانت في حدود الاثنين مليون ونصف مليون برميل من سيعوض هذا النفط في غالبياته المملكة العربية السعودية هي التي ستعود ولذلك نرى هذه العلاقة الوثيقة بين واشنغتون والرياد رغم الصعوبات ورغم اغتيال جمال خاشقجي المملكة العربية السعودية تلعب دورا أساسيا في هذه المسألة للمساعدة على المحافظة على مستوى مقبول لأسعار النفط ولكن أيضا أمريكا تعزز من إنتاجها ومع الإعفاءات أو الاستثناءات التي أشنا إليها التي ستسمح مثلا للصين التي تستورد أكبر كمية من النفط الإيراني كدولة منفردة السين ربما ستحاول أن تخفض من مشترياتها ولو أن المملكة العربية السعودية ستفي بتأكيداتها فإننا لن نواجه مشكلة أو صدمة في مجال لسوق النفط أشكركم جزيلا السيد ماثولي مراسل الأسوشيات بيرس في الخارجية الأمريكية الشكر أيضا إلى السيد عبدالله العساف أستاذ الإعلام السياسية شكرا لكم ضيفي الكريمين رئيس رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يامين نتنياهو قال إن أحد أهم بنود العقوبات الأمريكية ضد إيران تلك المتعلقة بمنظومة نقل الأموال في البنوك العالمية رحبت رئيسة المعارضة تسيبي لفني بالعقوبات وحذرت من أن طهران لا تزال تتمدد في الداخل السوري على موقف واحد التفت المعارضة والإتلاف في إسرائيل للترحيب بالعقوبات الأمريكية على النظام الإيراني فرئيس الحكومة بن يامين نتنياهو وصف هذه الخطوة بالتاريخية وضف أن نجاعة العقوبات الأولية بدأت تنعكس على الريال والاقتصاد الإيرانيين على موقف واحد التفت المعارضة والإتلاف في إسرائيل للترحيب بالعقوبات الأمريكية على النظام الإيراني فرئيس الحكومة بن يامين نتنياهو وصف هذه الخطوة بالتاريخية وضف أن نجاعة العقوبات الأولية بدأت تنعكس على الريال والاقتصاد الإيرانيين يجب أن تشمل هذه العقوبات موضوع نقل الأموال العالمية وطرحت هذا الموضوع أكثر من مرة وحتى في لقاءات مع وزير الخزانة الأمريكية ستيفن مونيشن وأنا مسرور أن الولايات المتحدة قررت إدراس هذا الأمر في العقوبات الشديدة التي فرضتها رئيسة المعارضة سيبي ليفني من ناحيتها رحبت بالعقوبات الأمريكية وأضافت أن إيران تواصل مؤشرا على فشل الحكومة في منع هذا التهديد نرحب بالعقوبات ونشير إلى أن ثم تثغرات ملموسة فيما يتعلق باستثناء بعض الدول من موضوع النفط وأيضا من موضوع الأموال نحذر من أن إيران تتبوقع في هذه الأثناء في سوريا هناك فشل سياسي ذريع وكان وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان أكد أنه يجب على بلاده التصدي للتموقع الإيراني في سوريا وإن كلف الأمر مواجهة عسكرية حسب قوله حيث كانت إسرائيل قللت غاراتها مؤخرا في سوريا بعد إسقاط الطائرة الروسية قبل حوالي شهرين أعتقد أن الضرر سيلحق بإيران بصورة واضحة من خلال هذه العقوبات وسيتضرر تأثيرها في المنطقة على كل من حزب الله وسوريا العقوبات الأمريكية على إيران تلاقي ترحيبا في إسرائيل من قبل الائتلاف والمعارضة ولسيما في ظل تراجع عدد الغارات الإسرائيلية على أهداف لإيران وحزب الله في داخل سوريا بعد إسقاط الطائرة الروسية قبل حوالي شهرين يحيى قاسم الحرة القدس كان هذا ملف العقوبات الأمريكية على إيران ناميرا تحدثنا عن غموض ما يقلق العراقيين صحيح محمود سوف نتحدث بعد الفاصل عن مرض غريب يقتل أسماك حوض الفرات ما القصة بالتحديد وكيف تستجيب السلطات العراقية لها الإجابة بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد احتدمت المعارك بين القوات اليمنية الموالية للحكومة وجمعت أنصار الله الحوثي في محيط مدينة الحديدة غرب اليمن حيث تدور مواجهة عنيفة على أكثر من جبهة وتحاول القوات الحكومية قطع طريق إمداد رئيسي للحوثيين شمال الحديدة بعدما تمكنت من قطع طريق الإمداد الرئيسي الآخر شرق المدينة قبل أسابيع وذكرت مصادر محلية أن مقاتلات التحالف بقيادة السعودية تشن ضربات بشكل مستمر وتواكب المواجهات جدد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفث التأكيد على أن الحل السياسي هو الوحيد الكفيل بإنهاء الحرب هناك وقال جريفث في مقابلة مع الحرة إن الدعوة الأمريكية لطرفي النزاع إجراء مشاورات في غضون شهر تصب في هذا الإطار ما من شك حسب اعتقادي بأن الحل السياسي هو وحده الكفيل بإنهاء النزاع لست وحدي من يؤمن بذلك وإنما جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي يؤمنون به أيضا وأعتقد أن العديد من الأشخاص باتوا يدركون هذه المسألة حاليا أعتقد أن دعوات واشنطن في هذه الأيام إلى وقف الأعمال القتالية في اليمن والعودة إلى المفاوضات ساعدت الطرفين على التركيز على الحاجة إلى إجراء مشاورات في وقت قريب ولكن هناك بعض المسائل التي ينبغي حلها قبل ذلك بشكل رسمي كما سألتقي الرئيس هادي وأمل في أن أتمكن من عقد هذه المشاورات قبل نهاية العام الجاري أكد مصدر من قوات سوريا الديمقراطية أن مقاتليه تمكنوا من صد هجمات شنها تنظيم داعش على مواقع لها في محافظة دير الزهر السورية وذكر المصدر أن تنظيم داعش استغل الأحوال الجوية والغبار لشن هجماته إلى جانب إعلان قوات سوريا الديمقراطية وقف العمليات العسكرية بسبب هجمات الجيش التركي على ريف مدينتي عين العرب وتل أبيض قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي أنه ينبغي التحقيق في تقارير مفادها أن جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول الشهر الماضي أذيبت في الحمض وفي تصريح له اليوم نقلته وكالة أنباء الأناضول أضاف أوكتاي أنه بات يقينا الآن أن خاشقجي استهدف بجريمة قتل متعمدة مؤكدا أن بلاده تسعى لمعرفة من أصدر الأوامر بقتل خاشقجي وأين هي جثته هذا وأبلغت السعودية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنها تحقق في قتل الصحفي جمال خاشقجي بهدف تقديم الجنات للعدالة عبرت القيادة في المملكة عن ألمها لمقتل المواطن جمال خاشقجي رحمه الله وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز توجيهات وباشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق في هذه القضية وفق الأنظمة المعمول بها تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وتقديم جميع المتهمين للعدالة وإيقاء العقوب على كل من يدام بهذه الجريمة وما تم من إجراءات لاستجلاء الحقيقة ومحاسبة المقصر كائنا من كان للوقوف على آخر التطورات ينضم إلينا مباشرة من أسطنبول لمراسل الحرة على مصباحات أهلنا بك علام بداية نبدأ بتفاصيل أكثر من الرواية التركية التي تحدثت عن إذابة جثة خاشقجي باستخدام مواد حارقة وما مدى دقة هذه الرواية بالفعل هذا هو السيناريو الأهم والأخير الذي تتعامل معه السلطات الرسمية هنا في تركيا وفي تصريحات النائب لرئيس الجمهورية التركية اليوم فؤاد أكتاي إقرار ربما صدقية هذا السيناريو الذي بات واقعا الآن ربما أقرب إلى المنطق والتصديق في معادلة هذا اللغز الكبير الذي بدأ في الثاني من أكتوبر الماضي وبالتالي باتت السلطات التركية تتعامل مع هذا الأمر بأنه أحد الاحتمالات الكبيرة جدا وكل التعاطي الرسمي التركي وتعاطي فرق التحقيق التركية الآن منصب في التركيز على هذا المسار نظرا لأنه لم يتم حتى هذه اللحظة العثور على أي آثار لجثة جمال خاشقجي لا في القنصلية السعودية هنا في اسطنبول ولا في مقر إقامة القنصل السعودي بالقرب من القنصلية السعودية إضافة إلى كل المناطق التي تم البحث فيها في عموم مناطق إسطنبول والتي كانت تشك السلطات التركية بأن جثة خاشقجي قد دفنت في تلك المناطق وبالتالي السلطات ترجح هذا السيناريو وربما على أساسه كانت قد طلبت في وقت سابق من القنصلية السعودية الحصول على مخطط للمخطط الداخلي لشبكات المياه وشبكات الصرف الصحي للقنصلية السعودية طلبته رسميا من القنصلية وهذا يؤشر على هذا الاحتمال والتعاطي وبالتالي كيف يتابع الشارع التركي وكيف ينظر إلى هذه القصة عموما باختصار بالفعل هناك اهتمام كبير جدا من الشارع ومن قبل المسؤولين الأتراك ليس فقط الحكومة التركية وأيضا المعارضة والأحزاب السياسية الأخرى في الشارع الكل يسأل أين هي جثة جمال خاشقجي وهو السؤال الذي يتكرر على لسان المسؤولين الأتراك من جهة ولسان المعارضة السياسية أو الأحزاب السياسية المختلفة أيضا من جهة ثانية على اعتبار أن الحادث وقع داخل الأراضي التركية وبالتالي هناك أسئلة مهمة لم تحصل حتى هذه اللحظة تركية على إجابات منها ولا يزال هذا الملف هو الملف الأهم والأبرز هنا في الداخل نعم من اسطنبول مراسل الحرة على مصبحات شكرا جزيلا لك في العراق لا يزال الغموض لف قضية نفوق الأسماك في حوض الفرات فيما تستمر السلطات على رفع الأسماك النافقة من حوض الفرات لمنع وصولها إلى المحافظات الجنوبية مع وصول موجة جديدة من الأسماك النافقة إلى نهر الفرات وتسجيل إصابات في الفلوجة لا تزال الشكوك والتأويلات تحيط بملف نفوق الأسماك بوباء تعفن الغلاس في قضاء المسيب شمال بابل في وقت أشارت التقديرات الأولية إلى نفوق ثلاثين ألف طن من الأسماك الجاهزة للتسويق وهي كارثة أصابت الاقتصاد الوطني والمربين الذين تعرضوا إلى خسائر فادحة تقدر بالمليارات ما تلف وما دمر وما ماتت الأسماك يقدر أكثر من ثلاثين ألف طن هذه الأرقام يعني مشاريع كبيرة واستراتيجية داعمة للاقتصاد العراقي أكثر من 16 مليار دينار انهدرت بسبب هذه الكارثة أما سبب هذه الكارثة لحد الآن لا نعلم ما وراء هذه الكارثة هل هو أمراض أو فعل فاعل في هذه الأثناء تعمل خلية الأزمة المكونة من مختلف دوائر ووزارات الدولة على رفع الأسماك النافقة من حوض الفرات لمنع وصولها إلى المحافظات الجنوبية قائم مقام المسيب الذي تحدث للحر عن رفع آلاف الأطنان حذر من وصول موجة جديدة من الأسماك النافقة إلى نهر الفرات بعد تسجيل إصابات في الفلوجة تم انتشال ما يقارب ملايين الأسماك من نهر الفرات تم طمغها في موقع طمغ الصحي في ناحية الإسكندرية منطقة المجصة تخوفنا بالوقت الحاضر من الأسماك القادمة من قضاء الفلوجة بعدما ذكرت وسائل الإعلام بوجود أسماك نافقة إدارة سدة الهندية التي عملت على إنشاء مصد أمني لمنع دفاع الأسماك النافقة باتجاه بوابات السد أكدت أن نتائج فحص المياه في حوض الفرات كانت إيجابية إلى هذه الساعة وأنها طبقا لتوجيهات وزارة الموارد المائية قامت بزيادة الإطلاقات لتحسين نوعية المياه في الجداول والتفرعات نعتقد أن الموضوع لا متعلق بنوعية المياه والحملة إن شاء الله مستمرة إلى أن تنجز خلال هذا اليوم أو يوم غد بشكل كامل كذلك تم زيادة إطلاقات المياه هذا اليوم لتحسين نوعية المياه في كل الجداول المتفرعة من سدة الهندية هنا في هذا الموقع تقوم الكوادر الوزارية برفع الأسماك النافقة من حوض الفرات وسط تحذيرات من وصول موجة جديدة من الأسماك النافقة بعد تسجيل إصابات في الفلوجة ميثم الشباني الحرة من موقع سدة الهندية شمال بابل مشاهدين بعد قليل فرح حرة الليلة مذكرة اعتقال فرنسية بحق المقربين من نظام الأسد ما الرسالة التي تحاول باريس إيصالها نحو دمشق سؤال للنقاش مع محمود بعد الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة للإدعاء اصدروا مذكرات اعتقال دولية بحق ثلاثة مسؤولين سوريين كبار من بينهم علي مبلوك رئيس مكتب الأمن الوطني بتهمة جرائم الحرب كانت ألمانيا اتخذت خطوات مماثلة وأصدرت مذكرة توقيف يونيو الماضي بحق مدير المخابرات الجوية جميل حسن مسار العدالة الفرنسية يقترب من النظام السوري ومسؤوليه ففي قرار غير مسبوق أصدر قاضي التحقيق الفرنسي انسجاما مع طلب النيابة العامة مذكرات توقيف دولية بحق ثلاثة مسؤولين رفعين في الاستخبارات السورية المسؤولون هم علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني وجميل حسن رئيس إدارة المخابرات الجوية وعبد السلام محمود المسؤول الكبير في المخابرات الجوية أيضا ويقول محامون إنه يدير منشأة احتجاز في مطار المزة العسكري أما التهم الموجهة لهم في التواطؤ في جرائم اختفاء قصري وتعذيب وجرائم ضد الإنسانية وجنح حرب وتأتي في إطار تحقيق قضائي انطلق في أكتوبر 2016 استنادا على ما يعرف بملف قيصر المتعلق بكشف صور قتل سجناء في السجون السورية مذكرات الاعتقال الفرنسية تتعلق أيضا بقضية مواطنين فرنسيين من أصول سورية هما الأب والابن مازن وباتريك عبدالقدر دباغ اللذان اختفيا منذ نوفمبر 2013 بعدما اعتقلت هما المخابرات السورية وفق شقيق مازن محاميان لأسرة الدباغ قالا إن الأسرة حصلت على وطائق في يوليو من العام الجاري تشير إلى أن مازن توفي في نوفمبر 2017 بينما توفي باتريك في يناير 2014 وقالت المحامية كليمونس باكتارت والمحامي باتريك بدوان في بيان مشترك إن مذكرات الاعتقال الدولية تثبت أن جدار الإفلات من العقاب الذي يحيط بالمسؤولين السوريين على أعلى مستوى يمكن أن يتحطم بالفعل مع مذكرات الاعتقال هذه أعلى مستوى في الحكومة السورية مستهدف لأننا نتحدث عن علي مملوك الرجل الثاني في النظام السوري الذي كان ينصق كل عمليات الأمن والاستخبارات السورية منذ عام 2011 ألمانيا اتخذت في يونيو الماضي خطوات مماثلة وأصدرت مذكرة توقيف لمدير المخابرات الجوية جميل حسن وحسب محللين فإن هذه المذكرات تمنع بحكم الأمر الواقع المسؤولين المستهدفين من السفر خاصة إلى أوروبا حيث تم تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وحول هذا الموضوع عبر السكايب من سراسبورغ الدكتور يحيى العريضي المعارض السوري ومن بريس الخبير القانوني تيري فالة أهلا بكم ضيفي الكريمين أبدأ مع الدكتور يحيى العريضي دكتور يحيى أهلا بك في الحرة الليلة ونتكلم عن هذه النقطة مسألة ملاحقة مجرمي الحرب في النظام السوري تفضل أعتقد أن هذه الخطوة لها مفاعل على صعيد القضية السورية بشكل خاص داخليا ولها أيضا مفاعل على الصعيد الدولي صعيد خاص بالنسبة للشعب السوري الذي بشكل أو آخر قطع الأمل من قضيته تعود القضية إلى الظهور بالنسبة لمحاسبة جرائم الحرب التي اتكبت بحق هذا الشعب فعندما بكل صلف كان النظام في الفترة الماضية يرسل برقيات أو وثائق أو أوراق بموت معتقلين يقال في تلك الأوراق بأنهم ماتوا من مرض الكبد شكتة قلبية إلى آخره ولكن عمليا ما كان يرتكب في داخل هذه المعتقلات هو التعذيب حتى الموت والصور التي قدمها ما سمي بسيزر وثائق قيصر 55 ألف صورة و11 ألف قبل تحت التعذيب أيضا أحدت مفاعلها بمعنى آخر هناك أمل بالنسبة للإنسان السوري بأن قضيته لم تموت المفاعل على صعيد دولي بأن هؤلاء الذين يقولون بأن النظام قابل لعادة التهيل والأمور على ما يرام وبإمكان من اقتلعه من بلادهم العودة وعلى الدول الأوروبية وعلى الآخرين المساهمة بإعادة الإعمار إلى آخر ما هناك وأن الأمور بخير عقيقة هذه برقية مهمة للسلطة للشعب السوري وللعالم ولكن أيضا يبقى سؤال مهم دكتور يحيا إنه ما قيمة هذا التحرك لممثلين للإدعاء الفرنسي بحق مسؤولين في الحكومة السورية دعني أسمع من السيد تيري فالا عن هذه النقطة إنه قيمة هذا التحرك هل يمكن بالفعل القبض على هؤلاء ولا المسألة مجرد حبر على ورق هي مشكلة المسؤولية بمعنى أن فرنسا لديها إمكانية أن تطلق أعمال قضائية عبر العالم حيث تقع جرائم حرب وتعذيب وحروب ضد أو جرائم ضد الإنسانية ومنذ العام 2012 في محكمة باريس تم إنشاء مكتب مخصص لهذه الأحداث تحديدا كانت هناك قضايا رفعت ضد أشخاص من رواندا واليوم يستهدف سوريون هناك حوالي 100 ملف تتعلق بـ 15 دولة الآن هي قيد التحذير لهذا النوع من الجرائم والأشخاص الذين تصدر مذكرات التوقيف باسمهم يجدروا أن يفهموا أن أمنهم سيتأثر وأنهم لم يفلتوا من العقوبات ونتذكر أيضا ما حصل بين إسبانيا والشيلي فيما يتعلق بالدكتاتور بينوشي وبالتالي كل ذلك ممكن ويوما ما إن أتى أحد هؤلاء إلى أوروبا فيمكن أن يتم إيقافهم وأن يحالوا إلى العدالة في باريس دكتور يحيى محاسبة مسؤولين في النظام السوري ماذا عن رأس النظام؟ المسألة ليست فقط مسألة رأس النظام أو مسؤولين علي المستوى بالنسبة للنظام عمليا نحن أمام حالة ثماني سنوات وتم تصور بأن هذه الجرائم يمكن أن تسقط بالتقادم أو بالبلطجية أو بفعالية الدول القوية أو بإغلاق الضوارة في مجلس الأمل وعدم تحويل الملفات إلى محكمة الجناية الدولية إلى آخره أعتقد أن هذه الأمور لن يكون لها أي تأثير وإنما ستأخذ مفاعلها بشكل حقيقي هذه الجرائم لا تسقط التقادم الآن يجري لرقم الثين ربما يجري لرقم واحد ورقم الثلاث لرقم الثين وفمسين هو الكلام الذي يقال دكتور يحيى أنه حتى الكلام الذي ربما لا تمانع فيه فرنسا أنه رأس النظام الحالي بشار الأسد سيكون موجودا في المرحلة الانتقالية إن تمت هذه على صعيد آخر نتحدث الآن عن ارتكابات معينة وتوثيقات موجودة وتثبت وكما أثبت اليوم أو صدر هذا القرار ربما نشهد في الفترة القادمة صدر قرارات أخرى وأعتقد أن الدول التي تريد عالة التأهيل على الأقل تطلب من جهة لتتسلم منصبا فيه مصائر بشر مصائر الملايين على الأقل تطلب منهم وثيقة بحسب السلوك وثيقة بأنه غير محكوم فإن غابت هذه الوثيقة أعتقد أنه لا في مرحلة انتقالية ولا في مرحلة آفقة لاحقة ولا في مرحلة انتقالية حاضرة يمكن أن يكون له فرصة فمن هنا القرية السورية على مدل في التعقيد لكن هي تسير ببطء ولكنها تصل سيد فالا ما هي الآلية التي سيقوم بها للدعاء الفرنسي بملاحقة هؤلاء أعتقد أن المدعين والقضاء المسؤولين عن الملف سيقوم بكل ما في وسعهم لتطبيق مذكرات التوقيف المسألة هي طبعا قضائية وديبلوماسية وسياسية وبالتالي هناك محاولة لجعل السلطات الفرنسية تتعاون مع السلطات السورية تتعاون مع السلطات الفرنسية لا نتوقع ذلك ولكن هناك مؤشرات قوية أطلقتها فرنسا بالنظر إلى أيضا ما حصل في ألمانيا في شهر يونيو حزيران بأن الإفلات من العدالة الآن أصبح صعب والجدار يتداع لدينا اليوم القدرات القضائية الملائمة والصلاحيات لنحيل الأشخاص الذين تصدر بحقهم مذكرات توقيف إلى القضاء عبر الضغط الدبلوماسي أو إن مثلا سافروا إلى خارج سوريا وجاءوا إلى أوروبا حيث يتم توقيفهم ويحال إلى العدالة وبالتالي أعتقد أيضا أن الرسالة التي أطلقتها السلطات الفرنسية مهمة جدا نحن نعمل على المكافحة ضد جرائم التعذيب وجرائم ضد الإنسانية ورسالة واضحة للغاية إن كان الأشخاص في سوريا لا يمكنهم أن يتصرفوا وأن يفلتوا من هذه الجرائم وهي جرائم ضد الإنسانية ولابد من المحاسبة في هذا المجال هذا ما تحاول أن تفعله فرنسا مجددا لدينا حوالي مئة ملف وبعض الأشخاص أيضا قد حكم عليهم ولدي ثقة في هذا المجال أن فرنسا ستستمر في متابعة هذه الملفات وستتمكن من إحالة هؤلاء إلا المحكم وبالنسبة لفرنسا إذا كان علي مملوك الرجل الثاني في نظام الأسد متهما بجرائم حرب فماذا عن الرجل الأول بشار الأسد من دون شك حتى الآن تم إصدار ثلاثة مذكرات توقيف وبالتالي من الممكن في إطار هذا التحقيق لأن التحقيق لم ينتهي هو تحقيق طويل قامت به الإدعاء العام في فرنسا وهناك عملية قضائية كاملة وشاملة مستمرة إن ظهر أن رأس النظام هو أيضا مسؤول فليس ما يمنع من إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس أو السيد الأسد ونعرف أن سوريا في هذا المجال لم تنضم إلى المعاهدة المتعلقة بمحكمات لاهي الدولية ولكن هناك سبل أخرى فرنسا لديها صلاحية لمتابعة كل الأشخاص أيًا كان مستواهم حتى رؤوس الأنظمة الذين شاركوا في هذا الأنواع من الجرائم وظهرت براهين تتعلق بأفعالهم وبالتالي هذا ممكن ضد الأسد أشكرك جزيلا السيد تاري فالا الخبير القانوني وكذلك من ستراسبورغ دكتور يحيى العريضي شكرا لكم ضيفي الكريمين بعيدا عن الملف السوري نتابع الأخبار دوما مع الزميلة بير القاس نعم محمود بعد قليل من هنا من الولايات المتحدة الأمريكية ومع اقتراب ساعة الصفر لبدء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس وسط معارك استقطاب بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي سنكون مع نظرة مفصلة مع شبكة مراسلين بعد دقائق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نرحب بكم مجددا في الحرة الليلة ونبدأ من الولايات المتحدة الأمريكية حيث يتوجه الأمريكيون غدا الثلاثاء إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس النواب واختيار 35 من أعضاء مجلس الشيوخ من إجمال 100 عضو إضافة إلى انتخاب بعض حكام الولايات والأقاليم هذا وتحدثت استطلاعات عن أرقام قياسية في عمليات التصويت المبكر فيما تزال جهود الاستقطاب بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي مستمرة وبهذا الصدد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن السلطات الفدرالية ستراقب عن قرب عملية الاقتراع في الانتخابات النصفية المقررة غدا وذلك لرصد أي حالة تزوير وتوعد الرئيس الأمريكي أي شخص يتم ضبطه في حالة تزوير انتخابي بمواجهة أقصى العقوبات الجنائية التي يسمح بها القانون للمزيد عن المشهد الأمريكي ينضم إلينا مراسلون من مدينة مايامي في ولاية فلوريدا على الزبيدي من مدينة ديترويد في ولاية ميتشيغان رابح فلالي ومن مدينة فينيكس في ولاية أريزونا ستيفن نابيل أهلا بكم وأبدأ معك مباشرة علي لتطلعنا على صورة الوضع وكيف تبدو الأجواء الانتخابية لديك أهلا بكي اليوم الأمس كان آخر أيام التصويت المبكر هنا في ولاية فلوريدا اليوم صباحا زرنا المقر الإداري لإدارة الانتخابات هنا في ولاية فلوريدا وتحدثنا مع بعض المسؤولين في هذا المركز حدثونا عن أرقام كبيرة عن إقبال شديد للناخبين في ولاية فلوريدا 38% من الناخبين المسجلين في الولاية قاموا بالفعل بالإدلاء بأصواتهم هنا نريد أن نذكر بأن في عام 2014 في الانتخابات النصفية الماضية 40% فقط من المسجلين في ولاية فلوريدا انتخبوا في إجمالي الانتخابات نحن نتحدث اليوم عن نفس الرقم تقريبا تم الإدلاء بالأصوات قبل يوم الانتخابات لك أن تتخيل كيف سيكون الإقبال يوم الغد يتحدث هنا الكثيرون عن أن المتوقع بأن تكون صندوق الاقتراع هذه المرة أو نسبة المشاركة في الولاية أكثر من 55 إلى 60% وهي أرقام غير مسبوقة ذكروا لنا أيضا الإدارة المحلية للانتخابات في ولاية فلوريدا بأن الإقبال كان أكثر أو إقبال ملحوظ كان على الجانب الديمقراطي لا يعني هذا بأن الديمقراطيون هم من يدلون بالأصوات أو هم من سوف يفوزون بهذه الانتخابات لا زال هناك لدينا اليوم الرئيسي وهو يوم الغد لكن عادة الإحصاءات الأولية تعطينا الإحساس العام بنوعية الناخبين بالإقبال وبأهمية الملفات التي تطرح على الطاولة في هذه الولاية وفي ولايات أخرى نعم دعني علي أنتقل إلى رابح فلالي في ديترويت ليطلعنا أكثر على الأجوال الانتخابية والتنافس ما بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي تفضل رابح مرحبا الصورة لا تكاد تختلف عن الذي ذكره الزميل علي في فلوريدا هنا في ولاية ميشيغان كان لي حديث مطول هذا الصباح مع السلطات المحلية المشرفة على العملية الانتخابية يقولون أن الذي حدث ولو أن ولاية ميشيغان تختلف عن ولايات أخرى لأن نظامها الانتخاب لا يسمح بنظام التصويت المبكر لكن الذي سجل حتى الآن أن عملية التسجيل تسجيل الناخبين للتصويت في الانتخابات سجلت مضعفة بنسبة الخمسين بالمئة مقارنة بالانتخابات النصفية التي كانت قد جرت العام 2014 ومقارنة أيضا بآخر انتخابات رئاسية التي كانت قد جرت بين عامين من الآن السلطات المدينة أيضا التي تحدثت إليها قالت أنها وأمام هذا العدد الهائل من الناخبين والمسجلين للتصويت اضطرت إلى طلب مزيد من الموظفين واضطربت إلى استحداث أكثر من مركز انتخاب واحد خوفا من حدوث حالات من الانتدارات الطويلة بالنسبة لسكان مدينة ديترويت والمدن الأخرى هنا في ميشيغان أمر آخر لجأت إليه هذه السلطات وهو محاولة توفير أعملية التصويت لأن هناك إشكالية الآن يدور بشأنها جدل كبير بين مرشحي الحزب والتي تتعلق بتغيير نظام التصويت في حد ذاته في العادة كانت هناك قائمة منفصلة للمرشحين الديمقراطيين عن المرشحين الجمهوريين بعد الشكاوي التي تقدم بها مرشحون جمهوريون حسمت محكمة المدينة بأن يجعل جميع المرشحين على قائمة واحدة ولذلك الآن هناك خوف من ينؤدي إلى عملية ارتكاب ارتباك عفو بين المرشحين أو بين الناخبين لهذا الأمر ولذلك لجأت الآن سلطات المدينة إلى محاولة تسهيل الأمر أمام الجميع بوجود متطوعين عند مراكز الاقتراع في محاولة لتسهيل هناك حالة استقطاب لا تزال مستمرة هناك حالة تنافس الآن سلطات المدينة تتوقع أن العام 2014 شهد مشاركة ما بين مليون ونصف إلى مليونين من الناخبين ولكنها تتوقع أن تشهد الساعات القادمة أو اليوم الانتخابي غدا أن يشهد مشاركة ربع مليون من الناخبين هنا في ولاية ميشيغان وهو رقم تقول عنه السلطات أنه لم يسجل في تاريخ المدينة منذ خمسين سنة كاملة نعم رابح دعنا ننتقل إلى ستيفن لنقف على صورة الوضع لديه ستيفن أهمية مقعد مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا بالنسبة للحزبين الجمهوري والديمقراطي نعم التنافس شديد في الصحراء النقطة الواحدة التي تفصل المرشحة الجمهورية سالي عن المرشحة الديمقراطية كريستين سينما تؤكد حسب استطلاع ليلة أمس وجود التنافس الشديد الإعلانات لا زالت موجودة في التلفاس والجرائد والطرق الحزبين يحاولان زج كافة الأوراق الرابحة المقعد الذي يشغله الحزب الجمهوري منذ عام 1995 يشكل مقعدا مهما ووضع في الخائنة الحمراء لأكثر من عقدين من الزمن لأول مرة هذا المقعد منذ سنين طويلة يكون على مستوى التنافس بين الحزب الديمقراطي والجمهوري هناك قضايا مهمة تؤثر على الناخب في أريزونا يوم غد ومنها قضية كارفان المهاجرين وقافلة المهاجرين القادمة باتجاه الحدود الأمريكية نعم القافلة تبعد أكثر من ألف كيلومتر لكن بعض المصوتين الذين تكلمنا معهم أكدوا أهمية هذه الأمور ومخاوفهم من القافلة واحتمالية عبورها إلى ولايتهم أريزونا هناك موضوع ما حدث في جلسات الاستماع والتأكيد على القاضي بريد كارفنا والتي تخوث المصوت الجمهوري من احتمالية خسارة هذا المقعد ومقاعد أخرى في مجلس الشيوخ والتي قد تؤثر على مهمة ترامب في إنجاز وعوده للناخب الجمهوري أما الناخبين الديمقراطيين فلديهم الحملة التي كانت ولاية أريزونا أحدى محطاتها وهي حملة الأساتذة والمدرسين في المدارس العامة والذين طالبوا بزيادة رواتبهم أريزونا كانت نقطة هامة في هذه الحملة وكريستين سينما والحزب الديمقراطي يتوقعون وجود العديد من الأصوات والانتشار المعنوي للمنفذين للحملة في هذه الانتخابات تكلمنا مع السلطات المحلية وأكدوا توقعاتهم بوجود أرقام كبيرة للتصويت يوم غد توقعوا أن تشهد نسبة تاريخية للتصويت في ولاية هادئة ولاية حمراء قد تتغير ليلة غد نعم يعني على ما يبدو بأن هناك نسبة إقبال نستطيع أن نقول بأنها مرتفعة وعالية في هذه الانتخابات النصفية سأنتقل إليك علي من جديد بما أن نتحدث عن أن الإقبال سيكون مرتفع ولكن بالمقابل هناك من يرى بأن أصوات المستقلين أيضا قد تلعب دورا حاسما في ترجيح الكفة لفوز أحد الحزبين إما الجمهوري أو الديمقراطي بالطبع العملة النادرة هي عملة المستقلين اليوم أصبحت التسجيل في الانتخابات هنا في فلوريدا أتحدث والصورة يعني هي لا تبتعد كثيرا عن الصورة العامة في عموم الولايات المتحدة هناك في ولاية فلوريدا في هذه الفترة القصيرة الفترة السنة أو السنة والنصف تم تسجيل أكثر من ثلاثمائة وأربعين ألف ناخب ديمقراطي بالمقابل يعني الحزب الديمقراطي نقول كسب ثلاثمائة وأربعين ألف عضو جديد في المقابل هناك ثلاثمائة ألف مسجل جمهوري جديد الرقم السحري هو أربعمائة وخمسين ألف مستقل هم الذين سجلوا في هذه الولاية هذا الرقم المستقل كلا الطرفين يطمحان بأن يحصلوا على أكبر عدد ممكن من هذه الأصوات لأن لا ننسى أن التقارب ما بين الحزبين في عام 2016 رئيس دونالد ترامب ربحوا ولاية فلوريدا بفارق نقطة واحدة نحن نتحدث عن أقل من ستين أو سبعين ألف صوت نعم اسمح لي علي سأنتقل إلى رابح لأن الوقت المخصص بدأ ينتهي يعني رابح نحن نعلم بالتحركات والزيارات التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص هذه الانتخابات وبالتالي برأيك إلى أي مدى سوف تؤثر على نسبة التصويت بالنسبة أو لصالح الحزب الجمهوري باختصار بالفعل هناك حالة استقطاب غير مسبوقة الجمهوريون هنا مثلا في ولاية ميشيغان كثيرا ما يتحدثون عن التعافي الاقتصادي الذي يحدث على مستوى الولاية وكثيرا ما يتحدثون عن النجاح الاقتصادي الذي تحقق في السنة الأولى والتانية من عمر إدارة الرئيس ترامب وهم يعتقدون أن هذا التعافي المحلي وهذا النجاح على المستوى الوطني مسألة يستحق عليها الجمهوريون الاستمرار والاستمرار سواء في المجلسين النواب والشيوخ على حد سواء وفي أغلبيتهم التي يتمتعون بها هنا على مستوى الولاية في المقابل هناك أصوات ديمقراطية ترتفع بقوة وهي تعبر عن عدم رضاها عن المشهد السياسي في البلاد بشكل عام وعن الخطاب المستعمل من طرف الطبقة السياسية لكن الذي يبدو على الأقل كما يبدو في الصورة أن هناك الحزب الديمقراطي على مستوى ولاية ميشيغان لجأ إلى لعب ورقة ما يسمى بالموجة الزرقاء مثلا وليس للحصر هناك مرشح من أصل عربي وهناك لأول مرة في تاريخ الولاية وهناك أيضا مرشح من أصل إفريقي وهو مرشح لمنصب السيناتر في الولاية فهناك حالة تاريخية بالنسبة للأقليات على مستوى الولاية السؤال الآن يتعلق أساسا ليس بالجهة الزرقاء وليس بالجهة الحمراء إنما يتعلق بأصحاب المنطقة الرمادية وهؤلاء هم من سيكونون من يحسن هذا السؤال نعم سأختم بسؤال أخير مع ستيفن وأهمية انسحاب مرشحة الحزب الأخضر أنجولا جرين نعم الحزب الأخضر حصل على أكثر من 5% من أصوات الانتخابات الماضية في عام 2016 في أريزونا انسحابها المفاجئ أثار حفيرة بعض الجمهورين بسبب دعمها المباشر لكورستين سينما لا نعلم كم هي النسبة المتوقعة التي ستذهب إلى الديمقراطين بعد انسحاب الحزب الأخضر هناك النقطة مهمة يجب إثارتها وهي أن أغلب الاستطلاعات تحاول الاستفسار عبر الخطوط الأرضية للهاتف الجيل الجديد والذي حق له التصويت أغلبهم لا يمتلكون هاتفا أرضيا لذلك يقع الاستطلاع ويقع المحللون في عتبة ظلمة لا يمكن لهم معرفة كيف سيصوت الجيل الجديد في أريزونا هل سيصوتون للديمقراطين أمن الجمهورين أم سيصوتون في آخر لحظات وما قلنا سابقا أن الإعلانات لا أزالت مستمضة وهذا دليل على وجود التنافس نعم سأكتف بهذا القدر بالتأكيد ستكون لنا جولة في سياق نشراتنا القادمة للوقوف على كل ما هو جديد فيما يخص هذه الانتخابات النصفية الأمريكية أشكر مراسلي الحرة من مدينة مايامي في فلوريدا على الزبيدي ومن مدينة ديترويد في ولاية ميتشيغان رابح في لالي ومن مدينة فينيكس في ولاية أريزونا ستيفن نابيل كشف مركز الاستجابة السياسية في الولايات المتحدة أن الصباق السياسي في انتخابات التجديد النصفي التي ستجرى هذا الشهر سيكلف نحو خمسة مليارات دولار ما يجعلها الانتخابات النصفية الأغلى في تاريخ الولايات المتحدة المركز الذي يتخذ من العاصمة واشنطن مقرا له أحصى أيضا نشر أكثر من مليوني إعلان في سباقي الكونغرس وحكام الولايات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجول البلاد طولا وعرضا في محاولة لتحصين أغلبية حزبه الجمهوري داخل الكونغرس مقابل سعي ديمقراطي حثيث لاستعادة السيطرة على مبنى الكابيتول نزال سياسي ساخن التهم لحد الآن خمسة مليارات دولار تقريبا والكلفة لا تزال في تصاعد الأمر المثير في هذه الانتخابات أنه بينما يعتمد المعسكر الديمقراطي في تمويل حملات مرشحيه على التبرعات الصغرى القديم أغلبها من مساهمة عبر الإنترنت يستفيد الجمهوريون من شكات بأرقام ضخمة مصدرها المتبرعون الكبار هذه المليارات الخمسة تكاد توازي ناتج المحلي الإجمالي لدولة كموريتانيا جزء كبير من هذه الأموال يخصص لشراء حصص زمنية في الإعلام لبث الإعلانات الانتخابية أما مجموع مقتنية في هذا السباق النصفي فقد فاق مليوني إعلان وتقول منظمات رصد وتتبع الحملات الانتخابية إن توظيف التلفزيون ومنصات التواصل الاجتماعي هو أذة مهمة لحثي الناخبين على التصويت لصالح أحد الحزبين كهذا الإعلان الذي أنتجته مرشحة جمهورية أو هذا الذي صغح الديمقراطيون بكل وضوح لقد تغير نظام التواصل والدعاية الانتخابية بشكل دراماتيكي والسبب راجع إلى حجم الأموال التي تصرف من قبل مرشح معين للتعريف ببرنامجه الانتخابي ولتشجيع الناخبين على التصويت لصالحه لكن من أين تأتي هذه الأموال ليس فقط من خزائن المؤسسات الأمنية وشركات الدواء والأسلحة بل أيضا من جيوب المواطنين والأفراد كالملياردير تشيلدون أديلسون الذي منح الحزب الجمهوري أكثر من 87 مليون دولار لا سقف إذن للأموال التي يمكن أن يصرفها أي مرشح وأي منظمة سياسية وبفضل حكم أصدرته المحكمة العليا عام 2010 ليس هناك أيضا سقف مالي للشركات والأفراد الذين يرغبون في التبرع لمجموعات العمل السياسية المعروفة بالسوبر باكس عندما تساهم الشركات في حملة مرشح معين فإنها تفعل ذلك من أجل تحقيق المصالح إنها تراهن على السياسيين لمنحها الامتيازات ولتسهيل الاجتماعات ولتمرير تشريعات تكون في صالحها الجزء الكبير من هذه الأموال استأثرت به ولاية فلوريدا لاختيار ممثليها في مجلس الشيوخ هذه الولاية التي طالما وصفت بالقلعة المتأرجحة قبل أن تميل للجمهوريين في السباق الرئاسي الأخير المال والسياسة عناصر مطيرة للجدل داخل أي نسق سياسي في العالم غير أنها محسومة سلفا في السياق الأمريكي قبل ثماني سنوات نصت المحكمة العليا في قرار تاريخي بأن المال وصرفه بلا حدود في السياسة هو شكل من أشكال حرية التعبير التي يكفلها البند الأول من دستور الولايات المتحدة عبدلاي ماسي الحرة واشنطن تتابعونا بعد قليل واستحديثا عن هدنة مع غزة في تل أبيب ماذا يدور في الكواليس بين إسرائيل وحماس؟ سؤال للنقاش مع محمود وضيوفه ضمن الحرة الليلة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على زيارة الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة أمس تقاطعت وسائل الإعلام الإسرائيلية عند تفاؤل بقرب اتفاق بين إسرائيل وحماس بشأن التهدئة في قطاع غزة رأى كثيرون في انخفاض وطيرة العنف على الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة خلال تظاهرات الجمعة الأخيرة مما يعرف بمسيرات العودة مؤشرا على أن جهود التسوية التي ترعاها مصر ربما بدأت تؤتي ثمارها تكاهنات غزة التفاؤل المرافقة لزيارة الوفد الأمني المصري إلى القطاع أمس وتلاقت الأنباء على جانبي الحدود في تأكيد التكاهنات بإحراز مصر تقدما ملموسا في مفاوضات الودنة التي تجريها بين إسرائيل وحماس إذ تحدثت صحيفة هارتس الإسرائيلية عن أن الضغط المصري والدعم القطري جعل الاتفاق الذي يتوقع أن يستمر لثلاث سنوات قريب المنال ووفقا للأعلام الإسرائيلي فإن اجتماع الحكومة الأمنية المصغرة خلص إلى منح الفرصة للقاهرة لاستكمال جهودها لإبرام الاتفاق اتفاق وبحسب الأعلام الإسرائيلي يجتمل على تعهد حماس بحصر نطاق التظاهرات وإنهاء مظاهر العنف المرافقة بما فيها البالونات الحارقة لقاء تخفيف الحصار البري والبحري وفتح معبر رفح مع مصر بشكل دائم وهنا يأتي دور قطر في تمويل رواتب الموظفين الحكوميين في القطاع ودعم مشاريع البنية التحتية والمساهمة في إيجاد فرص عمل إلا أن الاتفاق يظل محفوفا بجملة من العراقيل عراقيل تمثلت في الجانب الإسرائيلي في التظاهرات التي خرجت من بلدات غلاف غزة للاحتجاج على شرعية يقول المتظاهرون أن الاتفاق يطفيها على منظمة إرهابية خاصة وأنه لا يتطرق إلى نزع سلاح فصائل غزة معارضة يعززها موقف وزير الدفاع الإسرائيلي أفكدور ليبرمن الذي قيل أنه يعارض أي اتفاق ويطالب بتوجيه ضربة عسكرية لحماس أما في القطاع فسيقع على عاتق حماس تحدي إقناع باقي الفصائل بالالتزام بالاتفاق وهي مهمة تشي الصواريخ التي أطلقها الجهاد الإسلامي قبر عشرة أيام بأنها لن تكون سهلة وهناك تحدي آخر تبطنه الشروط التي طفت عن لقاء الرئيسين محمود عباس وعبد الفتاح السيسي بشأن غزة قبل أيام والمتمثلة في اشتراط السلطة بسطى سيطرتها الأمنية على القطاع قبل أي اتفاق حول هذا الموضوع من القاهرة سيد أشرف أبو الهول مدير تحرير صحيفة الأهرام من القدس الدبلوماسي السابق مائير كوهين أهلا بكم أضيفي الكريمين والبداية من القاهرة سيد أبو الهول يعني على أي أساس نقول هذه المرة أن هناك أجواء تفاؤل بخصوص التوصل إلى تهديئة طويلة الأمد ما بين قطاع غزة وإسرائيل يعني أعتقد أن التقديرات بأن هناك تفاؤل ربما نتجت عما قلته في المقدمة بأن مسيرات العودة يوم الجمعة الماضي كانت الأقصر هدوءا منذ بدء هذه المسيرات في الثلاثين من مارس الماضي أيضا هذه الأجواء من التفاؤل تصعدت مع دخول السلار القطري إلى غزة مع تشغيل محطة الكهرباء بشكل جيد جدا لأول مرة منذ عام 2006 تعمل محطة الكهرباء في غزة يعني بهذا الشكل الذي غطى تقريبا 24 ساعة في اليوم بعد أن كان هناك ما يسمى بجدول أربعة وصل وثمانية قطعة الكلام الآن يدور حول أن إسرائيل ستسمح بدخول أموال قطرية لدفع رواتب الموظفين أيضا جانب آخر من التفاؤل جاء من لقاء الرئيس أبو مازن بالرئيس السيسي يعني حسبما تردد نقلا على الجانب الفلسطيني الرئيس أبو مازن وافق على التهدئة ووافق على أن يحدث أي شيء لكن طبعا اشترت أن يتم ذلك على مراحل وأن تبدأ المرحلة الأولى بالهدوء ثم تعود السلطة لتسيطر على الأوضاع الأمنية في غزة وبعدها يتم توقيع اتفاق التهدئة مع إسرائيل ألم يضع أي شروط بخصوص أسليم المعابر أن حماس تسلم الضرائب المعابر التي بحوزتها ألم يضع شروط متعلقة بهذا الأمر لأنه نحن نعرف أن ملف المصالحة متعثر سيدة أبو الهول ما بين غزة وراملة في تفاصيل دقيقة كهذه يعني بالتأكيد هذه الشروط هي شروط قديمة موجودة منذ البداية لكن كان الكلام يدور حول أن المصالحة تأتي أولا ثم بعد ذلك ندخل في مفاوضات الهدوء والتهدئة الآن هو يوافق على الوضع الحالي على دخول الصنار على الهدوء على الحدود بين غزة وإسرائيل على أن تليها مرحلة سيطرة السلطة على القطاع أمنيا وعندما أقول أمنيا هذا يعني المعابر أيضا ويعني الضرائب والمقوص وما إلى ذلك وبعد ذلك تتم التهدئة تتم التهدئة ويتم الاستعانة بمنفذ بحري عن طريق قبرص أو غيرها المهم أن الأمور تسير ولا تتوقف الحديث دار حول أن أبو مازن رفض شيء واحد وهو أن تدخل الأموال من قطر لدفع الرواتب لأنه إذا جاءت الأموال من قطر بشكل مباشر لغزة وسواء وزعت عن طريق السلطة الحكيمة في غزة حماس أو عن طريق الأمم المتحدة أو أي طريق آخر هذا سيعني أن غزة في يوم من الأيام لن تحتاج السلطة الفلسطينية يعني إذا كان القطريون يريدون أن يقدموا مساعدات لغزة فليقدموها ولكن عن طريق السلطة الشرعية فقط أذكر هنا أن مصر هي مع الدول المقاطعة لقطر يعني ما الذي تراه مصر في خصوص هذه النقطة أن الأموال تذهب إلى حماس أو تذهب إلى السلطة الفلسطينية أولا يعني أمس الرئيس السيسي في لقاءاته في المنتدى الدولي للشباب في شرم الشيك قال شيء واحد مصر لن تفرد رؤية أو رأي على الشعب الفلسطيني ما تقرره السلطة الفلسطينية سنسير خلفه وأعتقد أن التقارير التي جاءت عن طريق الجانب الفلسطيني قالت أن مصر وافقت أبو مازل على مطلبه بأن لا تدخل الأموال بشكل مباشر من قطر إلى غزة وهذا شيء منطقي سأعود إلى نقطة أن الآن قطر ومصر تتعاونان في هذا الملف ملف التوصل إلى التهديئة في قطاع غزة لكن دعني أسمع من السيد مئير كوهين سيد مئير أهلا بك معنا عفوا يعني أريد أولا سأعود إليك اسمح لي بالتأكيد سأعود إليك لكن دعني أسمع من السيد مئير بخصوص هذا التفاؤل الذي يبدو الآن باقتراب التوصل إلى تهديئة في قطاع غزة ما بين إسرائيل وقطاع غزة كيف تنظر إسرائيل إلى هذا التفاؤل؟ ما هو مرده؟ مرد هذا التفاؤل أولا هو نجاح للجهود المصرية سواء في اتجاه معاملتها مع إسرائيل وباتجاه حماس وأيضا رئيس أبو مازن وربطت كل هذه الأطراف وتوصلت إلى هذا النوع من التفاهمات وهي تفاهمات أشبه بالتفاهمات التي تم الوصول إليها بعد الحرب في قطاع غزة عام 2014 الجرف الصامد وهي تمت أيضا بوسطة مصرية مع إضافات مثل موضوع تشغيل عمال فلسطينيين خمسة ألاف عامل سيعملون داخل إسرائيل وبالإضافة إلى موضوع النفط والأموال وكل هذه الأمور أولا إسرائيل مستعدة طبعا مقابل الهدوء أن تقوم بالتدريج برفع الحسار عن قطاع غزة بنسبة 70% في المرحلة الأولى وهذا بيعطي انفراق طبعا الذي يدعو أيضا لتفاول وهو أيضا أن حماس ربما توصلت إلى قناعة أن هذه المسيرة العودة لم تحقق لها أي شيء سوى تسببت في أن المزيد من الفلسطينيين قتلوا وألاف الجرحة إلى درجة أن هناك سخط عارم في قطاع غزة من قبل هؤلاء الشباب الذين يعلنون بصراحة عن سخطهم بأن حماس غررت بهم وهم يقولون ذلك بتغريرهم بأن بما يعني أن حق العودة وهذا أوهام بعت لهم أوهام وهذا لم يحدث وحوالتهم إلى مقادين وهم يقولون هل تنظر إسرائيل إلى مسألة التهدئة في قطاع غزة في إطار عملية السلام الشاملة؟ أنا أعتقد في المرحلة المسألة هي في مرحلة الأولى المرحلة الأولى هي أولا الوصول إلى تهدئة بمعنى الهدوء مقابل الهدوء ولفترة زمنية تقدر بنحو ثلاث سنوات والحديث لا يدور عن صفقة شاملة بأن هدنة طويلة الأمد وهذا الأمر أتاح لأبو مازن قبول بأن هذه ليست هدنة طويلة الأمد بمعنى أنه يتوجب الحصول أولا على مصالحة فلسطينية فلسطينية وبالتالي تهدئة لمدة ثلاث سنوات وإعطاء المجال للشاب الفلسطيني في قطاع غزة أن يعيش من هذا الوضع المسيء الذي يصل إليه وخاصة وصول فصل الشتاء والآن ينعمون بالكهرباء 24 ساعة وبالتالي هذا الأمر يصب في مصلحة إسرائيل بأن الشاب الفلسطيني في قطاع غزة يعيش في حالة طيبة لأن هذا الأمر ينعكس على إسرائيل سيدة أولهول السعودية الإمارات البحرين مصر يقاطع قطر هذا أمر معروف الآن كيف تتعاون الدوحة مع القاهرة في خصوص التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة يعني دعني أقول لك أنه لا يوجد اتصال مباشر بين القاهرة والدوحة في هذا الملف الاتصال المباشر بين القاهرة والجانب الفلسطيني والإسرائيلي الاتصال المباشر لأنه هناك ضرورات يعني تجبر مصر على أن تكون جزءا من هذا الملف هي الحدود هي التاريخ المشترك أما قطر من يتصل بالجانب القطري الذي يتصل بالجانب القطري هو أولا إسرائيل وثانيا حماس والسلطة الفلسطينية حتى قبل أن تبدأ هذه المحادثات محادثات التهدئة كان السفير محمد العمادي المندوب القطري لفلسطين يذهب ويدخل غزة وقتما يشاء قطر تقدم أفكار لإسرائيل والسلطة الفلسطينية وليس إلى مصر لكن مصر من ناحيتها تماما أن لا يتعرض الشعب الفلسطيني إلى عدوان أن يتم تخليف الحصار فقط لأن هذه النقطة ستكون مثال جدل هل هنا قطر فقط لأموالها أن الحوجة لأموالها لكي تدفع رواتب الموظفين في قطاع غزة وتساعد في العملية الإنمائية يعني هي التي اخترت ذلك يعني أولا قطر لا حدود لها لا مع إسرائيل ولا مع غزة ولا مع فلسطين ولكن قطر يعني تعتبر أن وجودها في هذا الملف يضعها في صدارة الأخبار العالمية وقصانعها للأحداث وبالتالي هي اخترت ذلك حتى قبل أن تمول السلار كانت تمول حماس وكانت تمول مشروعات في القطاع وكانت تدخل وتخرج عن طريق معبر بيت حنون إيرتز والآن مصر لا تمانع أن تمارس قطر على الدور بالتأكيد ما زالت تمارس هذا الدور وما زالت لا علاقات بالأطراف الأخرى عدى مصر وبالتأكيد هذا واضح لأنها هي التي دفعت سمن السلار وهذا واضح أيضا لأنها هي التي قالت أنها ستدفع رواتب لموظف غزة لشكور ما هو دور قطر في هذه العملية لو تحدثنا أكثر عن الدور القطري السيد مئير كوهين دولماس الإسرائيلي هل تسمعوني نعم نعم أسمعك قلت لك الدور القطري ما هو السؤال السؤال ما هو الدور القطري نعم الدور القطري هو ليس بجديد والدور القطري هو كان في أقابل الحرب 2014 قطر قمت بمساهمات من أجل إعادة الأعمار وصرف الأموال وهناك الكثير من الأموال حوالي خمسة مليار دولار من أجل إعادة أعمار غزة ولكن الأمر متوقف بسبب حماس بسبب رفضها لدخول هذه الأموال تحت رعاية بالإضافة إلى أن حماس ترفض ما طلب به الرئيس أبو مازن بأنه لا يقبل بحزب الله في غزة آخر في غزة وبالتالي سلاح حزب الله هو المشكلة هذه الأمور هي تأتي على حساب الشعب الفلسطيني وأعتقد أن حماس توصلت إلى قناعة بأنها لن تستطيع أن تحقق أكثر مما وصلت إليه هذه التفاهمات سيد أبو الهول ماذا عن المصالحة المصالحة ما بين الفلسطينيين هل تتوقع أنه إذا تم المضي قدما في هذه التهدئة ستجلس حماس مرة أخرى للمصالحة يعني أعتقد أن المنوال الحالي الذي تسير عليه الأمور ربما يؤدي المصالحة المصالحة كان يمكن أن تقتل تماما إذا سمحت القطر بإدخال الصولار والأموال إذا دخلت الأموال وشاحنات الوقود القطرية إلى غزة ولم تحتاج غزة إلى السلطة فكانت المصالحة ستكون جزء من الماضي أما الآن فعندما تكتفي فقط بالدور القطري في توفير الصولار ثم تقول لحماس إذا أردت استكمال لا ما هو هذه النقطة يعني أنت قلت أن الرئيس الفلسطيني أبو مازن طالب بأن الأموال القطرية تذهب إلى السلطة الفلسطينية هل سيوافق القطريون أولا هل ستوافق حماس ثانيا على أن الأموال تأتي عن طريق السلطة الفلسطينية لا عفوا أريد أن أوضح هذه النقطة أبو مازن وافق على السلار القطري لغزة لكن رفض أن تدخل الأموال مباشرة من قطر إلى غزة دون المرول على السلطة ما هي هذه النقطة؟ هل قطر ستوافق على أن تأتي الأموال مباشرة إلى السلطة وبعد ذلك السلطة تعطيها إلى حماس؟ هل حماس أيضا ستوافق؟ هذا شأن قطر هذا شأن قطر هذا شأن قطر ما يهم حماس هنا هو أن تأتي الأموال وتدخل الرواتب العاملين وتدخل الأموال التي تنفق على المشروعات والسلطة بنفسها تعاني عوز مادي كبير جدا وتعيش في المشروعات وتعيش في تمويل الرواتب على المساهمات العربية والمساهمات الدولية ما الذي سيضمن أن الأموال تذهب إلى حماس؟ ستذهب إلى قطاع غزة إذا أعطيت إلى السلطة سوال قد تطرحه حماس؟ لا لا أنا هنا أقول شيء الأموال عندما تدخل من السلطة إلى رواتب الموظفين بشكل مباشر في مكانات الـ ATM في البنوك هذا أولا ما يتعلق بالمشروعات الأموال لا تدخل سائلة إلى حماس أو إلى أي طرف سيد أبو الهول تدخل شحنات المواد التام وتنفع الأموال للمقاولين السلطة الفلسطينية تطالب أن تكون هذه الأموال عن طريق السلطة الفلسطينية وبعد ذلك تعطى إلى حماس ما الذي سيضمن بالنسبة لحماس أنها ستأخذ ستعطى للموظفين ستعطى إلى قطاع غزة مفهوم هذا الكلام حماس تقول ما الذي سيضمن أن السلطة تحول الرواتب للموظفين وهي لم تفعل ذلك طيلة 11 عاما من الخلاف والقطيع لا لا هذا الكلام ليس حقيقي عفوا يعني كانت السلطة تدفع الرواتب للموظفين حتى يعني ما يقرب من عام ونصف فقط كانت الرواتب تدفع للموظفين شهريا ولكن منذ ما يقرب من عام ونصف بدأ تقليص هذه الأموال وبدأت الأزمة الآن هناك مشكلة أخرى نتجت خلال 11 عاما هو أن حماس أيضا أصبح لها جهاز إداري وظفت عشرات الألاف من العاملين ربما 20 ألف أو 22 ألف هؤلاء عندما تخلت حماس المفترض عن عن اللجنة الإدارية وتقلصت مواردها ويبقى سؤال قائما الماور والضمان مدده سيضمن بأن السلطة ستدفع الرواتب بعض الأموال القطرية على كل سؤال الأخير إلى السيد كوهير أن هذه المسائل التوفيق ما بين ما تريد حماس وما بين ما تريد السلطة الفلسطينية كلا الطرفين يريدان أمورا بعينها من إسرائيل تفضل باختصار أرجوك أولا ما تريد السلطة الفلسطينية من إسرائيل بأنها تريد التأكيد على أنها المماثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني وهي التي وقعت على اتفاق أسله مع إسرائيل في حين أن حماس هي حركة ترفض وجود إسرائيل وبالتالي هناك اتجاهات لدى الرأي العام الإسرائيلي وفي الحلبة السياسية بأنها ترفض الآن إسرائيل ستعقد تهدئة اسمحنا على المقاطعة ولكن الآن إسرائيل ستعقد تهدئة مع حماس بعيدا عن السلطة الفلسطينية هي تهدئة تمت ليس من اليوم تهدئة كانت سنة 2014 برعاية مصرية وبالتالي المسألة هي ليست تهدئة مع حماس يعني باتفاق مع حماس طبعا ولكن برعاية مصرية يعني إسرائيل بتتفق مع مصر حول البنود وتوافق على ذلك حماس ومن هنا حتى مسألة دفع الرواتب هناك موافقة من قبل الرئيس الفلسطيني على دفع الرواتب وأن تقوم قطر يعني حسب المعلومات التي لدي أن السلطة الفلسطينية وعدت بصرف 80% من رواتب موظفيها في غزة عن الشهر الماضي بدلا من 40% كما أنه لا مانع لديها من تحويل قطر رواتب موظفي حكومة غزة السابقة لستة أشهر وبالتالي أن هذا الموضوع تم حله حسب المعلومات التي لدي شكرك جزيلا الدبلوماسي الإسرائيلي كنت معنا من القدس السيد مئير كوهين وكذلك الشكر إلى ضيفي من مصر رئيس تحرير جريدة الأهرام السيد أبو الهول شكرا جزيلا لكم عدوا معكم بعض الفاصل وملف آخر للنقاش دار الإفتائي المصرية تطلق منصة إلكترونية تحت اسم منصة هداية لمحاربة التطرف موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قالت الصفحة الرسمية لدار الافتاء انها تعد تعتبر هذه الصفحة من اهم الادوات لمحاربة الافكار المتطرفة وتحويل الردود العلمية الى برامج الالكترونية بصورة جذابة تتناسب مع الثقافة ثقافة العصر مسؤول مركز التعليم عن بعد التابع لدار الافتاء المصرية محمود ابو العزائم قال ان المنصة متعددة المهام وانها تهدف الى تقديم الاسلام الصحيح وفق منهج علمي درسين هذه المنصة نهدف من خلالها الى تكوين بيئة علمية امنة يأمن فيها الانسان على نفسه وعلى اولاده في تعلم الاسلام الصحيح وتفاهمه عبر منهج علمي شرعي توارسناه عبر الاجيال وذلك لان المجتمع الان او المجتمعات عموما تموج بمجموعة من الافكار والنظريات والتوجهات المختلفة التي تسعى الى هدم المجتمعات هذه المنصة هي منصة متعددة المهام والتخصصات تقوم بتقديم مجموعة من الدورات التدريبية في العلوم المختلفة المستهدف من هذه الدورات طالب العلم المسلم العادي الشباب الأطفال النساء المسلم المقيم في الدول الاسلامية او المقيم في الجاليات والاقليات الاسلامية في الدول المختلفة طبعا هذه المبادرة ليست الأولى من نوعها للحديث أكثر من القاهرة الباحث في شؤون الإسلام السياسي السيد ماهر فرغلي سيد فرغلي أهلا بك معنا في الحرة الليلة ما هو الجديد في هذه المبادرة بداية مساء الخير هناك نشاطات متنوعة متعددة لدارة الإفتاءة المصرية في الحقيقة نحن نعلم أن المؤسسة الدينية المصرية مقسمة إلى عدة أقسام متنوعة ومتعددة المهام سنجد مجمع البحوث الإسلامية سنجد هيئة كبار علماء سنجد وزارة الأوقاف المجلس العالي الشؤون الإسلامية دارة الإفتاءة المصرية هي إحدى أقسام هذه المؤسسة الدينية هنا الفرق الفرق متضح حينما ننظر إلى المؤسسة الدينية بشكل متكامل سنجد أن على قمتها يدار الافتاة المصرية باعتبار العصرانة باعتبار أنها تحاول أن تقدم برامج عصرية متوافقة مع التكنولوجيا متوافقة مع الورقية يعني المشكلة هي مشكلة تكنولوجيا أو مشكلة التاريخ سيد فرغلي مشكلة تاريخ لا بد أن تتم إعادة النظر فيه وتنقيحه أيضا ربما نعم أنا معك في هذا لكن أولا أنا أريد أن أوضح نقطة هامة وهي أن دار الافتاة أقصد أنها متميزة متميزة عن باقي المؤسسة الدنيا وحاول أن تقدم الشيء الجديد ولذا نجد أن في دار الافتاة قامت ببرامج متنوعة منها البرامج الاجتماعية لحل مشكلات الزواج والعنوسة وغيرها برامج المؤشر العالمي للفتوى وهو برنامج أيضا جديد ويعمل قدمت برنامج لمكافحة التطرف أنا كنت أحد المشاركين في هذا البرنامج وقدم رشدة كاملة لعلاج تطرفهم واستقبال العائدين من سوريا ماذا قدم هذا البرنامج لمعالجة التطرف هل إلى الآن صدرت أي فتوى بتكفير داعش أو تكفير جبهة النصرة على أفعالهم التي قاموا بها سيدي أقدم برامج تفسيرية لكيفية لماذا يتطرف الشاب ثم كيف نعالج هذا الشاب وقامت ضر الإفتاء مرصد للرد عن الفتاوى التكفرية كل الفتاوى التكفرية ماذا كان الجواب؟ ماذا يتطرف سيد فرغالي هناك طبعا في دراساتنا هذه درسنا ما هو هناك نوعية من البشر قابلة للتطرف الفرق بين المتطرف والإرهابي كيف يصبح الشخص متطرف كيف يجند التنظيمات الإرهابية الشباب والعناصر وكيف تضمها كيف نعالج العائدين من الخارج كل برامج كثيرة جدا شارك فيها خبراء وعلماء نفسهم قدمت مجموعة من الكتابات الصغيرة التي يمكن أن توزع فيما بعد على السجون لكن المشكلة طبعا ليس في هذا لكن كما تفضلت سيادتك هناك مشكلة تراثية الأمر ينقسم إلى محورين المحور التراثي الديني التاريخي نعم هناك مشكلات عميقة تحتاج إلى علاج ليس هذا في مقدرة دار الإفتاء أن تقوم به وحدها هو يحتاج إلى مشروع متكامل بمعنى أن التاريخ الإسلامي حدث فيه نوع من التزو هي دائرة الإفتاء هذه هي التي تصدر الفتوى الآن هو هذا السؤال المهم لماذا يتطرف الشاب هل يتطرف بناء على ميده للتطرف ولا بناء على أفكار هي بالأصل موجودة في التاريخ في التاريخ الإسلامي على كلا الإسنين الأمور في التاريخ نعم موجودة هناك مشكلات موجودة حقية في التاريخ يعني مسألة التزوير في بعض الوقاعة التاريخية مسألة التضليل في بعض أحداث أخرى التهوين أو التقليل مسألة الأحاديث الموضوع والضعيفة التي كذبت موضوع السيرة التي تحتاج إلى عدد قراءة وكتابة من جديد غيرها من الأمور التراثية وفتاوى ابن تيمية وغيرها لكن هنا كيف دار الإفتاء ليس من مهمتها أن تقوم بأعدد لا يعني هل هناك استعداد بالنسبة لدار الإفتاء لأن هذه الأحاديث التي تتكلم عنها حضرتك هي كلها بناء عليها استقيت فتاوى إلى الآن هناك من يعتمد على هذه الفتاوى بالتحديد لكي يفجر نفسه وهنا يأتي دار الإفتاء هل من واجبها أو من مهمتها بشكل من الأشكال أن تراجع الفتاوى التي صدرت من شخصيات بعينها من شخصيات بعينها حللت التفجير مثلا أن الواحد يفجر نفسه نعم هناك طبعا فرق بين الفتوى والحكم أو السوابت والمتغيرات في الدين والفتوى تتغير بتغير الزمن والمكان دار الإفتاء ترد على الفتاوى التكفرية وأقامت وبنت مرصد كامل للرد على الفتاوى التكفرية لكن هنا ليست من مهمة دار الإفتاء أن تقوم بتكفير داعش أو غير داعش ونحن لن يعني لا ينفع أن نقوم برد فعل تكفيري يعني لو نفعف عن ذلك لأصبح كل فريخ يكفر الآخر لا ما هي داعش تصدر فتوى أنه يتكفر كل المسلمين اللي مش على منهجها وتسلحي الدم وهذا ليس معناه أنه يكفره هو أنا لا أكفر أحدا هو يكفر لا أكفر أحد بزنب مطلقا لكن هو يكفر هو أن نرد على هذه الفتاوى نقول له وهنا دار الإفتاءة تتعامل مع داعش والفكر المتطرف كجزء أصيل من الإسلام لا هم ليسوا جزء أصيل من الإسلام هم فئة ضالة جزء من من إذن فئة من الخوارج المسلمين نعم منهجهم تكفيري فئة خارجة من خوارج المسلمين خرجوا على الدين الإسلامي الوسط السمح السليم وخرجوا بفتاوى تكفرية هنا دوري أنا أرد على هذه الفتاوى التكفرية وقول له أنك اتزأت من التراث أنك أخذت فتوى قديمة لابنتايمية طبقتها في زمن غير الزمن وفي واقع غير الواقع هذا هو الدور خاصة يا سيد الفاضل أن الخطابات الدينية متنوعة ومتعددة يعني سنة كثيرة خطاب الدين الأشعري اللي حاول أن أشير إليها السيد ماهر أنه مع كل هذا الجهد المقدر لدار الإفتاء ومن يسير على نهجه من محاولة إبعاد الشباب وتغيير نظرة الإسلام عن الفكر المتطرف أنه هل بالفعل هذا الجزء قد يغير ولا أنه مجرد مسكن لمسألة حقيقية لا بد أن تعالج من جذورها في الحقيقة أنا أقتنع شخصيا أنه جزء ولكنه ليس الكل نحن نحتاج إلى علاج المشكلة من جذورها وعلاج المشكلة من جذورها يتطلب مشروع متكامل أنا أؤكد لك أنه أصلا هناك مشكلة وحينما طالب الرئيس السيسي في مصر في أكثر من مرة بتجديد الخطاب الديني وجدنا الأمور محلك سر لماذا؟ لأن هناك فرق بين التجديد والتطوير نحن نحتاج إلى تطوير الخطاب الديني وليس تجديد القديم نحن نحتاج إلى تطوير الخطاب الديني وتحديد ما هو الخطاب الدين لدينا أكثر من خطابات دينية متنوعة خطاب أزهري خطاب سلفي خطاب إخواني خطاب شيعي خطاب سني إذن دار الإفتاء هنا تقدم صورة من أو حول أن تعالج دار الإفتاء عليهم مسؤولية ريادية سيدي نحن نتكلم عن دار إفتاء في مصر لديهم مسؤولية ريادية سؤال الأخير وباختصار أجبني أرجوك هل لدى الأزهر دار الإفتاء هم يقومون بذلك سيدي أي استعداد للنظر في كل هذه المآخذ التي تأخذ على الإسلام وتعتبر ذريعة لدى البعض بأن يقولوا أن الإسلام دين إرهابي باختصار أرجوك لو نظرت إلى المؤتمر دار الإفتاء العلامي الأخير وهو كان منذ 15 يوم تقريبا لو وجدت كيف ناقشت دار الإفتاء مسألة الفتوى الدينية وناقشت هذه المسألة برمتها وناقشت مسألة الخطاب الديني أعتقد أن دار الإفتاء كجزء من المؤسسة الدينية المصرية تحاول وهي جزء أصيل في الحقيقة وأنا وأييده وأييد خطواته رغم أن هناك باقي الأجزاء قد لا تعمل نظرا لتسلف البعض أو لإخوانة جزء منها لكن دار الإفتاء أعتقد أنها متطورة بشكل كبير وتحاول بقدر المستطاع أن تقوم بعملية تطور الخطاب الديني والرد على هذه الفتاة الباحث في شؤون الإسلام السياسي سيد ماهر فرغلي أشكرك جزيلا كنت معنا من القاهرة شكرا نختم هذه الحلقة مشاهدين الكرام مع فقرة السوشيال ميديا مع ميرا نعم محمود نبدأ من صفحة الخارجية الأمريكية باللغة العربية على تويتر التي نشرت تغريدة انفحواها بأن الحارس الثوري الإيراني يقوم بتجنيد مقاتلين أجانب لزيادة نفوذه في الخارج وذلك بإنشاء لواء فاطميون لشيعة الأفغان ولواء زينبيون للشيعة الباكستانيين وذلك للقتال في صراعات إقليمية وعلى الأخص في سوريا وإيران كما ونشرت على هذا الإنفوغراف عن الموضوع من موقع الحرة دوت كوم اخترنا لكم هذا المقال للكاتبة سناء العاجب عنوان ضع نفسك مكانها تسلط فيه الضوء على ظاهرة التحرش بالنساء التي تنتشر في المغرب ودول أخرى مقال تخاطب فيه المتحرشين وتسأل كيف نشرح لهؤلاء بأن التحرش هو عنف يمارس ضد المرأة بشكل يومي وأنه ليس نكتة أو سخرية عابرة وأضافت الكاتبها نحن نكتشف مرة أخرى أن التنديد بالتحرش هو ربما شعار فيسبوكي لا أكثر أما في الواقع فالكثير من المنددين يبقون أبعد ما يكون عن الوعي بعنف الظاهرة من موقع أصوات مغاربية إخترنا لكم صورة اليوم من الرباط نرى فيها ما يسمى بالسويقة مقصد تجاري لسكان الرباط وهو عبارة عن سوق قديم تنتشر فيه محالات تجارية تعرض بضائع مختلفة سوق يشبه إلى حد كبير العديد من أسواق المنطقة المغاربية بطابعه التراثي العريق وبعيدا عن مواقع الحرة أثار تمثال محمد صلاح في شرم الشيخ الذي وضعه منظم منتدى شباب العالم أمام قاعات المنتدى أثار ردود فعل بين غاضبة وساخرة من قبل محبي نجم منتخب مصر ونادي ليفربول وحسب الصور التي انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي يبدو تمثال محمد صلاح الجديد بعيدا كل البعد عن شكل صلاح الأصلي إذ لا يوجد أي تناسب في حجم الرأس الكبير مقارنة بحجم الجسد فيما تبدو إحدى قدميه أكبر من الأخرى من موقع ارفع صوتك اخترنا لكم فيديو يستعرض قصة مجموعة مصارعات من محافظة الديوانية العراقية التي تمتاز بطابعها المحافظ الفيديو تحت عنوان بالمصارعة الحرة فتيات عراقيات يسعين نحو العالمية نتابعه سويا لعبة المصارع الحرة للنساء لعبة جديدة لا يتقبلها مجتمعنا مجتمعنا مجتمع شرقي مجتمع أشائري بس أنا بصراحة أشجع كل أنواع الرياضة هي الرياضة بصورة عامة بمجتمع عراقي شوية نواجه بها مشكلة لأنه تعرف أنت بعد عاداته تقاليده بس إحنا قدرنا نتغلب عليها شوية شوية بدأوا الناس سمينا يتقبلونا شوية شوية موسيقى يعني أنا أطمح للعالمية وإن شاء الله جاي أسعي وأبل كل ما بجهدي يعني مثل ما يقول أخلي فدي بصمة للمرأة العراقية في الرياضة موسيقى نعم محمود ما رأيك بالمصارع النسائية أنا أشجع الرياضة بكل أشكالها على كل وصلنا إلى آخر الحرة الليلة ترقبون غدا والمزيد من الملفات على طاولة النقاش ولا تنسوا متابعتنا على مواقع وصفحات الحرة على الإنترنت والسوشال ميديا إذن مشاهدين الكرام هذه الحلقة انتهت ركزنا فيها على حزمة العقوبات الأمريكية التي فرضت على إيران هذه هي الحزمة الثانية هذه العقوبات ستفرض فيها حزمة ثالثة ومن المتوقع وفق التقارير والإشارات الأمريكية أن تصل فيها صادرات إيران النفطية إلى الصفر إلى اللقاء إلى اللقاء